وكلام اللي طالع ان فيه تحسن في العلاقات الفرنسية البريطانية عشان كده القادة الأوروبيين بيدغطوا على مصر للإفراج عن علاقة الفتاح وبينقشوا القضية دي مع الرئيس المصري لو أخدت بالك مش هتلاقي اسم جورجيا ميلوني اللي هي الرئيس وزراء إيطاليا الجديد على فكرة هو بيتم وصفها انها رئيس وزراء مش رئيسة وزراء هي اللي عاوزة كده فجورجيا ميلوني تلعب محترمة معنا جدا أنا وقت لك هميش دعوا بالكلام ده كله علاقة الفتاح مين أنا معرفش أنا عاوزة الغاز يا معاني راحت تماما وما نقشتش علاقة الفتاح أخيرا وليس آخرا خلي بالك النقطة مهمة جدا بريطانيا بتثير القضية دي لأن الاقتصاد البريطاني دخل في مرحلة ركود غير طبيعية وأن الاقتصاد البريطاني عمره ما هيرجع زي زمان ده على حسب أكتر من صحيفة متخصصة في اقتصاد كشفت أن الاقتصاد البريطاني عنده مشاكل كبير قابل والبريطانيين عندهم مشاكل بخصوص المناخ أكبر بكتير ما انت ممكن تتخيل لأن نشطاء المناخ في بريطانيا مباهدلين بريطانيا ومباهدلين هولندا كمان انبارح دخل نشطاء المناخ لمطار في هولندا عشان يمنعوا الطيرات منها التحرط مشفت دقيقة دخلوا بالعجل اقتحموا مطار في أمستردام عشان يمنعوا الطيرات منها التحرط بعد كده بتتكلم أن نشطاء المناخ مباهدلين بريطانيا نفسها لان هما بيخشوا يدلقوا الحليب داخل السوبر ماركت بيخشوا عطالوا مرور يقفوا كده قصاد العربية وهي ماشية في بريطانيا بيهتلين نظام بريطاني بشكل كبير بريطانيا شايفة ان قضية علاقة الفتاح هي فرصة جيدة جدا للتخطية على اوضاعهم الداخلية وفرصة جيدة جدا للظهور عالميا وظهور رئيس الوزراء بريطاني قصاد العالم